السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال النهاردة ان شاء الله هنصور الدورة تعيب طبعا النهاردة يا جماعة اليوم الثلاثة وعشرين للدورة بسم الله ما شاء الله الفراخ ماشي معانا كويس جدا وده طبعا يعني يمكن بفرل الخراطات اللي احنا بنعملها ده بتخلي الفراخ ما شاء الله ماشي معايا كويسة جدا لقولنا بقى العلاجات ولا اي حاجة والدورة مشي معايا زي الفل تمام احنا بس اهم حاجة بنأكد عليها جمعة في كل فيديو النظافة والتهوية فطالما الحاجتان دولت متوفرين انسي بقى ان انت تجيبها ادوية ولا انسي ان انت تجيبها اي حاجة فكل الخراطات اللي احنا بنعملها ديت بسم الله ما شاء الله هتماشي معاك الفراخ زي الصاروخ يعني هتخليه دايما على طول في الزيادة الناس اللي بتقول لي وصفاتك ما شاء الله جابت نتيجة انا فعلا والله جماعة ببقى مبسوطة اي حد بقول له المشايمة لوصفات جابت معايا نتيجة كويسة فعلا والله ببقى مبسوطة احنا بقى مش عايزين لعلاجات ولا اي حاجة من ده خالص تمام زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ كل يوم تحس كده ان هي بتكبر عن اليوم اللي قبله زي ما انت شايفين الدور يا جماعة بس ما فودتش يعني هو يعتبر انه ما فودت شويلة يوم. قال لما صورتها معكم. كل يوم بتكبر قدام عنكم. بغاية ما وصلت معي بسم الله ما شاء الله للحجم دي. يعني بازن الله كلاتها اسبع كده وان قمت وان قم ده بحين. يعني ممكن تتبعها على شهر. ممكن طبعا يعني في الناس بتتبع على شهر. في الناس بتتبع على خمسة وتلاتين. في الناس بتتبع على اربعين. يعني ممكن انا على نفس يا جماعة باتبع على اربعين يوم. على ما الفرخ يبدأ نواة يستوي شوية يبقى حلو. الناس اللي يبقى بتبيع وعملك مشروع وكده فهي ممكن آآ علشان تلحق يعني الوزن وتوفر في العلف. بتبقى على تلاتين يوم بتبقى على خمسة وتلاتين يوم. ممكن الفرخ يبقى اتنين كله ونص حلو برضو مش يخسر معه. اما الناس اللي عايزة وزن اعلى بقى ممكن تبقى على اربعين يوم. ما شاء الله هيديك اوزان عالية جدا. لانه طبعا زي ما انتم عارفين الفرخ في الصفة يا جماعة بيبقى خلاف الفرخة في الشدة. فرخة في الشدة ما شاء الله بتبقى اوزان عالية يعني كويس جدا. لان ليل النهار بيأكل متواصف. اما الفرخ الصف بقى يعني بيبقى معظم شربه طوله النهار مية. يضوبك الاكل بتاعه بقى بالليل. الليل الاول لما بيأكل بالنهار. فعلشان كده الاوزان بتاعته ما بتبقاش يعني الا هي. فان شاء الله تدورة دي بازن الله جماعة بقى ان شاء الله هنحاول ان احنا بفرل الخلطات اللي احنا هنعملها هتدي انا اوزان كويسة جدا. انا النهار ده عاملة خلطة حلوة اوي. يعني ما شاء الله. يمكن انتم ما شفتاش معايا من بداية الدورة. خلطة كويسة جدا يا جماعة هتزود معاك الفرخ. حجم الفرخ. واتخلي الفرخ ما شاء الله عارف ويحمر معاك بسرعة زي بتوع المزرعة بالزبط. الناس اللي كان بتقول انت جايبها الفراخ دي هتمن المزرعة وبتصورها. لما لقيت العرفة بتاعها بسم الله ما شاء الله احمر. الخلطات يا جماعة اللي احنا بنعملها دي ده بتخلي الفرخ بسم الله ما شاء الله عارف ووشه يحمر ويبان على الصحة. وان شاء الله هتشوف الخلطة اللي انا هعملها دلوقتي. انا مدخلها فيها ايه? علشان كده تبص تلاقيها ما شاء الله الفرخ بيزيد معاك وكمان حلو اول المشاكل المعوية ومشاكل البارد كويسة جدا. علشان طبعا التشمه والحاجات دي دي يعني هي يعتبر شاملة آآ كل حاجة. الوصفة اللي انا عاملها النهاردة دي ان شاء الله شاملة كل حاجة. زي ما تشايفين بسم الله ما شاء الله يعني آآ بازن الله جماعة الناس اللي هي قالتلي اوزيني يا مشايماء والله العظيم يا جماعة عشان انا عارفة ان في ناس كتير يمكن مش مصدق انا عندي الميزان بايز. آآ انا عارفة اكتر من حد قال له اوزيني علشان يعني نشوف الموازن وكده. بس انا انا جبته النهاردة هو تعالى اسيسا ان شاء الله ان انا هحطه في الشحن وحاول ان انا صلحه لانه كل الدورة طبعا انتم كنتم متعودين من انني بوزن على طول. فالدورة دي يمكن انا موازنتش خالص خالص. فان شاء الله هنحاول ان احنا على الفيديو الجاي بازن الله تشوفوا معي الوزن. تشوفوا بقى الوزن. انت ايه الخفيف? ان شاء الله كل ده هيبان معكم على الطبيعة. فتعالوا بقى كده يا جماعة يا الله هنشوف ان شاء الله هنعمل الوصفة اللي احنا هنعمل. طبعا انتو انا قلت لكم على نوعية العلف. اه ان انا غيرتها. اه النوعية يا جماعة اللي انا كنت بعملها كانت مفتت نامي بس كان مفتت. لا احنا ان شاء الله بقى يعني غيرنا ويمكن من انبارح الكلام دي. جبت العلف اللي هو النام الخشن لان الفرخ دلوقتي يأكل الخشن وهو كويس مرتاح. انما في الاول ما كانش الفرخ يرده يأكل لان كان صغير. يلا كده يا جماعة بقى عشان ما نطولش عليكم نحضر الوصفة مع بعض. ما بدأ اين كده زي ما انتم شايفين. الوصفة دي يا جماعة انا عاملة كمية كبيرة. على اساس ان انا يعني عندي تيور تانية كتير ان شاء الله هنحط لها منك. فقلت بالمرة انتم تشوفوا معايا برضو الوصفة على اساس ان انتم يعني ايه? لو عندكو تيور تانية بلدي عندكو بط عندكو اي حاجة ان شاء الله تحط لها. انا معايا رسطوم كبيرة هيت. ومعايا برضو التلات آآ لمونات. ان شاء الله جماعة الوصفة دي تتبقى وصفة كويسة جدا. منها بتعالج البرد ومنها برضو هتزود معاك حجم الفرخ. ده اللامون هوت ده ثلاثة. وده البسلطان كبار مقطعة. ده بقى هتخلي الفرخ باشي معاك زي الصاروخ وهتخليه شيل اوزان عمرك ما حلمت بها. تعالوا بقى ده يا جماعة ده الزنجبيل. الزنجبيل طبعا قلنا كويس جدا جدا للبرد. فانا هاخدوا الكتعة ده كلتها. هقشرها كدوة. آآ قصة هاخراتها مش هقشر باشرها بكله. اه. انا مكترة في الكمية. الناس اللي عندها فرخ بطي يا جماعة ممكن تعمل. يعني لو انت عندك مسلا عشرين خمسة وعشرين فرخ. اعملوا ربع الكمية ديت. دي بقى اه. البنجر دي يا جماعة ده بيخلي الفرخ ما شاء الله عارفه احمر. وتحس ان الفرخ ما شاء الله صحت كويسة. آآ وفرخ كده بين على الصحة. تمام? دي الرأس يا جماعة. انا قطعتها كلتها اهيت. كل ده بقى هنحطه في الخلاط. هننزل على كده بريتل مية. على قسل ان ان شاء الله هعملها يعني مركزة شوية. بقى طبعا احنا هنخففها مش هنحط الكمية دي بحالة. ده حوالي ريتل مية هوت او ازل من ريتل شوية. هنفرم بقى الكمية ده كلت. بعد ما فرمت الكمية يا جماعة صفاتها كويس. واخدت منها ملو برطمان او كباية كبيرة. هنحط منها كده على كل آآ ريتل من المية. آآ حوالي عشر صنط بس. انا معي السقية دي يا جماعة. ده بتياخد اربعة ريتل مية. يعني انا هحط حوالي نص الكباية او البرطمان اللي معي ده. ده هنعملها مرة او مرتين كده للفراخة عندك في الاسبوع. انسى ان الفراخة تشوم. الفراخة شحور بسدرها. آآ انا عندي الفراخة عندها خرفاشة. كل المشاكل ديت هتنته معاك. بمجرد ان انت هتعمل الوصفة دي مرة او مرتين في الاسبوع. تمام? آآ عندنا الفراخ تعبانة. نعملها لهم كده حوالي تلت مرات كده وربع عشرة سنت يا جماعة على كل ريتل مية. تخلي الفراخ ما شاء الله عندك زي الفل. آآ الحاجات الخشنة بقى بتاعتها الصفية لان طبعا انا صفات الوصفة دي. هنقلب لهم برضو كده على العلف. الفرخة هيكل منها فيها طوم فيها بصل فيها زنجبيل فيها بنجر. الفرخة هيكل وماشاء الله هتخلي صحته زي الفل. كده الفراخ بدأت ان هيها ما شاء الله تشرب منها هيت. حتى الفراخ البيضة كمان دخلت تشرب. ده يا جماعة العلف ها. ده النام المفتت. هنقض منه معلقتين بقى من الخلطة اللي انا عملتها ديت هنقض منها معلقتين. ونقلب لهم على العلف. اهي. ده كفية اوه بقى. كل العلف دوت هيتشرب بقى من الخلطة اللي انا عملتها ده هيت. اهي? الكمية دي بقى ان شاء الله ده ممكن اعني هلهم لبكرة ابقى اعملها لهم في اه في يعني ايه في اكلة تاني. ده كده يا جماعة اللي بتالها هيت على السن العلف يشرب بقى يشرب من كل الحاجات دي طبعا الخلطة ديت يفات ومفاها بصل وفاها زنجبيل والبنجر كل الحاجات ديت العلف بيشرب منها. والفرخ بيأكل من العلف ده. ده بقى بتخلى الفرخ معاك صحوته حلوة او زي الفل. فرخ صح. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. وانا عجبكم ان شاء الله. ما تنساش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو.